موسيقى يا مساء الخيرات والبركات على كل حضراتكم مشاهدينا كل مكان في العالم برحب بكم في بداية حلقة جديدة من طاقة نور ويا رب حلقة النهاردة تكون مفيدة بالنسبة لنا كلنا الحقيقة فيه ناس مننا ربنا حاباهم بالاستدامة في الرأي الصائب دايما رأيهم صائب بالتالي بيقدروا دايما انهم ياخدوا قرارات صح جدا في حياتهم هنا بقى بتبرز اهمية البصيرة اللي بتلعب دور كبير ومهم جدا في نجاح الانسان في حياته طيب ايه هي بقى اصلا البصيرة وهل ممكن الواحد يكتسبها ولا لأ ده اللي حنتكلم فيه مع ضيف العزيز اللي بنورني يوم شرفني بحرقتنا النهاردة فضيلة الشيخ احمد ممدوح الدعاية الاسلامي يا مساء الخارجة الشيخ ممدوح منروع الدنيا كلها ربنا بارك في حضرت أخبرك ايه كله تمام الحمد لله رب العالمين البصيرة ما هي البصيرة عبارة عن ايه البصيرة بدتا الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلامdos الاتمان الأكرمان الأزهران الأنوران الأعطران على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد البصيرة ويمكن حضرتك قدمت بتقديمة جميلة جدا ان في بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يلهمها الصواب في الرأي وكتير جدا من نتائج صواب الرأي ان في خاصية كده ربنا بيمنحهم اياها وياها بهم الله تبارك وتعالى هذه الاعطية الكريمة عشان كده حتى العلماء لما يعرفوا البصيرة يقولوا ايه أولو البصيرة هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد هي نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فيستطيع بهذا النور او هذه يعني فهم النور هي هداية المقصود بالنور هنا ايه الهداية الارشاد التوفيق الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلب الانسان فيستطيع ان يميز بين الحق وبين الباطل بين الصواب وبين الخطأ بين الامر الذي فيه عقبة طيبة وبين الذي فيه غير عقبة طيبة ولكن لما نقول نور يقذفه الله في قلب العبد يعني اذا هنا رؤية الايه رؤية القلب طبعا يعني زي البصر يعني والظبط للعين لكن البصيرة للقلوب نعم وهنا فارق جوهري بين نور العيني او ما يسمى بالبصر والابصار وبين نور القلب نور العين دي رؤية حسية ملموسة مشهودة محسوسة يعني احنا نقول ده مكتب دي سيارة هذا رجل هذه رؤية العين طبعا اما رؤية القلب هذا فيه كمال التجلي الذي يهبه الله تبارك وتعالى الانسان لذلك عندنا حديث جميل جدا في الحديث القدسي الشريف لأولياء الله تبارك وتعالى وأحباب الله عز وجل والذين يداوموا الصلة برب العالمين تبارك وتعالى بنا يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فيه توفيق في التوجيه فيه حسن هداية يعني تلاقي مثلا ابن عايز يعمل مشروع معين فيقعد كده هو والده ويدردشه مع بعض فتلاقي والده مثلا يقول له إيه بلاش يا ابني تقدم على العمل ده أنا عامل دراسة جدوى ومزاكل الموضوع كويس وكذا وكذا وكواخد بكل المعطيات يقول له بس أنا قلبي مش متطمن قلبي مش متطمن ده هو مفتاح الحكاية هو تلخيص القصة كلها يبقى قاعد كده سلام عليكم مقابل واحد لأول مرة فحصل قدامه موقف معين فقال له بلاش تعمل الحاجة الفلانية بلاش تعمل الحاجة الفلانية دي مش جاي من فراغ جاي في إن الشخص ده قد يكون له بينه وبين الله عز وجل إيه حال ومستحيل إنسان هتلاقي عنده هذا الفتح المبين وهذا النور الرباني إلا إذا كان هناك صلة بينه وبين الله تبارك الله خليته مستحق للهبة العظيمة أكيد ما هو كتير من الآيات القرآنية تتحدث عن البصر والإبصار والبصيرة وربنا حتى أقول لنا في القرآن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل والمقصود بالعمى هنا مش عمل عين مقصود بالعمى هنا عمل إيه؟ القلب قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فزي ما فيه عمى في العين والإحنا حتى العلماء من جماليات العلماء ومن أدب العلماء في التعامل مع ساداتهم وعلماءهم حتى لما يتكلموا عن إنسان كفيف فكانوا ما يقولوش إيه؟ ما يقولوش ده كفيف يعني له غير مبصر وإنما كانوا يقولوا بصير بقلبه يروي عن الشيخ ويقول لك إيه؟ البصير بقلبه ده تأده مش المبصر بعين مش المبصر بقى أو الكفيف أو الذي حجب الله عنه البصر لا ده أقولك البصير بقلبه وممكن يكون بصير بقلبه ده مش أدب بس لا ده كمان على الحقيقة فتلاقيه لما يصف حال معين هو ما بيشوفش ده الظاهر الجلي لا يرى بعينه لكنه يرى بنور قلبه ونور قلبه يكون هذا هو مفتاح للتجليات منور قلبه يكون مفتاح للتوفيق الإلهي لما يقول له يا ابني اقدم على ده أنا عايزة أعمل المشروع ده يقول له طب يعمل وربنا هيحلفك التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى فيلاقي مردود ده بشكل أسرع مما يتخيل ده جاي منين من فيه دعم معناوي موجود الدعم من المعناوي ده جاي منين جاي من أن الله عز وجل أعضاء هذا القلب وأن هذا القلب حلو هل قوة الإيمان أو ضعفه ليه علاقة مباشرة بوجود البصيرة من عدمه لا شك طبعا أن الإيمان هو العامل المحرك الرئيس في إينار البصيرة وفي قوة البصيرة البصيرة وهبية في الأصل يعني هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان لكن لا تقف عند كونها هبة من الله سبحانه وتعالى وإنما تزداد بالطاعة كما الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية فكلما كان الإنسان دائما الوصل بربه تبارك وتعالى كانت له فيوضات وفتوحات وهبات وعطيات من الله عز وجل ويمكن حتى يعني أنا يحضرني في هذا قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يخطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو أمير للمؤمنين وفي سامة 23 هجرية كانت الفتوحات الإسلامية على أوسع ما يكون فتوحات في العراق وفتوحات في الشام وفتوحات فارس إلى غير ذلك وبينما هو يخطب كأن الله سبحانه وتعالى الإنسان أحيانا ربنا استنطقه بشيء ما يعرفش وخرج منه إزاي هو الصياغة هي جات كده من عند ربنا حتى سيدنا عمر لما سئل رضي الله عنه وعرضاه قال كأن شيئا استنطقني أنا مش عارف أنا أقولك الكلام ده إزاي والصحابة قاعدين وهم في خطبة الجمعة فسيدنا عمر بيخطب الجمعة وبينما هو يخطب إذ قال يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل 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 فالصحابة استغربوا هو يقصد مين بسارية طبعا كلهم عارفين سيدنا سارية رضي الله عنه كان أحد القادة العظام في فتوحات فارس في معركة نهوان ولكن أين سارية الآن هم في المدينة وسارية في فتوحات فارس سنة 23 هجرية في معركة نهوان أين هو الآن وسبحانا ربي العظيم في أحيانا نقولك فيه تلاقي أرواح صحيح فيه إنسان ما هو تلاقي الأرواح ده عبارة عن إيه فيه وصل ممدود بحبل من الله سبحانه وتعالى لأي فلان كده قلبه الصحابة كان قلبهم ينبضوا بنبض قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سارية رضي الله عنه كأن إشارة وهو في قلب المعركة والدنيا حوالي العدو يهجب من كل جانب كأنه سمع صمونادي أن ينادي يقول يا سارية الجبل الجبل فكأن دي كانت إشارة إلى أنه يحتمي بالجبل ويجعل الجبل في مؤخرته حتى لا ينقض عليه الجيش من خلفه وما هي إلا ساعة من النهار حتى فتح الله سبحانه وتعالى على يديه الصحابة في المدينة بيستغربوا بيسألوا سيدنا عمر أنت بتقول كده ليه بعد وقت بسيط جدا جاء خبر سارية رضي الله عنه إلى سيدنا عمر الخطاب طب هو سيدنا عمر هل صوته في المدينة يسمع صوت سارية رضي الله عنه قائد الجند في فرس ولا حتى كان شايفه حاله عامل إزاي سبحانه ربي العظيم ولكن هذه الأمور كلها محركات إلى أن الإنسان إذا كان على هداية من الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربي يكون على هداية يكون على بصيرة من الله سبحانه وتعالى بيكون موفق في الرأي اللي إحنا حتى بيسميه مسدد أيها إنسان مسدد الرأي لما يقول كلام دايما كلامه يطلح صائب دايما توجهاته تطلح في محله وهو ده اللي إحنا محتاجينه النهاردة محتاجين إن إحنا نتعلق بالله سبحانه وتعالى نتعلق بأهل العلم نتعلق بأهل الطاعات والقربات كان أحمد شوقي أمير الشعراء كان أحمد شوقي ده يعني سبحانه ربي العظيم يعني بلغ من تمام شعره ما فيه العجب العجب فكان يقول ويسترسل وكأنه صعبان عليه الحال اللي بلغها كتير من الناس ويمكن النهاردة أشوف أحمد شوقي رحمه الله توفى تقريبا سنة 1932 يعني قرابة 100 سنة الحال بيتدن بعض الشيء أسأل الله أن يردنا إلي ردا جميعا فكان بيقول إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات ولاح ضياء عند كل ثنية وفاح أريج عند كل حصات وفاضت من العين الدموع مهابة لأحمد صلى الله عليه وسلم بين الستر والحجرات فقل فقل لرسول الله يا خير مرسله أبثك ما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق صبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات هو للشاهد اللي معنا بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات بالضبط كده زي إنسان ماشي في ظلام دامس ومعاك الشاف كل ما وجد حفرة وقع فيها ما فائدة الكشاف معا لا فائدة ولا حك مش مستفيد بوجوده بالضبط بالضبط ده حال الإنسان اللي معاه نوران القرآن والسنة كل ما وجد حفرة وقع فيها لأنه لا ينتفع ولن ينتفع بما بين يديهم من هداية ومن إرشاد ومن إضاءة لطريق الهداية الذي ينار بكلام الله وكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم حاله كحال إنسان أعمى القلب أعمى البصيرة أعمى البصرة طب اللي ماشي بكتاب ربنا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دفعت ذاته كفيل أنه تخلق جوه قلبه بصيرة لا شك طبعا ما هو دي دي المعايير اللي بتوضح أفمن كان على بينة من ربه إنسان أفمن شرح الله صدره للإسلام فتلاقي ربنا شرح صدره للإسلام وملتزم بتعاليم الإسلام ووقاف على حدود الله قائم بالأوامر ومنتهي بالنواهي هتلاقي الإنسان دايما في قبول في هداية في إرشاد حتى لو تعرض لمحن هتلاقي قلبه راضي عن الله سبحانه وتعالى هتلاقي دايما نصحته مسددة هتلاقي فيه توفيق فيه توفيق محالفه من كل جانب سيدنا يوسف عليه السلام والحقيقة قصة سيدنا يوسف في القرآن والصورة الجميلة دي نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في جو عصيب رهيب يعني في جو قاسي جدا على المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة محاصرون في شعب أبي طالب وفي مقاطعة عقدها المشركون لا يأكلون ولا يبتعون ولا يشترون ولا كذا المقاطعة التي حدثت فالأمر شق على المسلمين حتى أنهم لم يجدوا شيئا يأكلونه إلا ورق الشجر قالوا وَلَمَّا جَفَّ وَرَقُ الشَّجَرَ جُعْنَا وَمَعْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلأ قصصت علينا قصة تؤنسنا وتفرج عنا ما نحن فيه وأنت لا تنطق عن الهواء قال العلماء فاطلع الله على قلوبهم فعلم صدق إيمانهم فأنزل الله عز وجل سورة يوسف والسورة للنزل التامة مكملة في قصص القرآن كانت سورة سيدنا يوسف وربنا سبحانه وتعالى يحكي فيها عجب من أبواب الطمأنينة كأن الله سبحانه وتعالى يثبتهم ويطمئنهم بها وهلأ في هذه السورة مفاتيح عظيمة من مفاتيح إبصار الخلوب عن الله سبحانه وتعالى تشوف سيدنا يوسف ويتعرض لمحن من نعومة أظفاره هو لسه طفل صغير وسبحان الله ربنا يسدده ويحفظه وينجيه بعدما ألقيه في الجب ويبتاع وثم يسجن إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في هذه المرحلة سيدنا يوسف ده إنسان اصطنعه الله على عينه ودايما كده يقولك وشاب ده كلام النبي نشأ في عبادة الله يبقى أكيد هتلاقي في حفظ ما هو ابنك لما أنت بتحفظ عليه من صحبة السوق ومن كذا ومن كذا ربنا سبحانه وتعالى بيوفا وبعيده مش كده ولا لا هو ده كان نموزك سيدنا يوسف عليه السلام ده هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بنص كلام الأمين صلى الله عليه وسلم فسيدنا يوسف لما جاء لدخل السجن ووجد معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحمل خامرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين شوف البصيرة فين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي هنا البصيرة بدأت تتكلم هنا يقول له أنت هتكون خادم للملك وأنت هتكون كذا هنا البصيرة توجهه إلى ما فيه الخير وفيه الصلاح طب إيه اللي خلاه يصل إلى هذه المرحلة النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى تلاقي بعض الناس يعبر الرؤى ويصدق تعبيره مع أنه سبحان الله لم يقرأ في الشيء بس اللي خلاه الواقع يأتي على وفقه وعلى مقصد ما قال أنه وفيه بينه بالربنا سبحانه وتعالى حال والحال ده يا جماعة عشان ما نتحكش على بعض إنسان عارف ربنا كويس وإنسان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى كويس يعني ما قلش إذا نخلتني بقى الجلالة ولا إن أنا مش عارف إيه وتلاقيه ما بيصليش ولا بيركعها وقولك ده خلاص ده والي من أولياء الله الصلاحين لا لا فيش الكلام ده خالص الولي ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون ده لا يصف نفسه بالولاية ده اللي يقوم يتهجد لله سبحانه وتعالى في جوف الليل يناجي الحبيب المحبوب سبحانه وتعالى يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ المنزل والإنسان لا يوقن أبدا أن عمله يوصله الجنة ده أنت بتعبد ربنا على قدر استطاعتك وتقول يا رب تقبل العمل بس طبعا كل المعطيات دي احنا محتاجينها النهاردة في تصحيح أحوالنا وتصحيح حياتنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرم أولادنا وأحبادنا هل الصدقة وفعل الخيرات ليهم قول أو ليهم دور في مسألة وجود البصيرة في قلب الإنسان العمل الصالح بشكل عام أحد الوسائل التي تنيره القلب وإحنا زي ما قلنا من شوية أن البصيرة فين في القلب البصيرة في القلب والإنسان لما بيزداد من العمل الصالح الإيمان العلماء قالوا أن الإيمان يزيد وينقص بالضبط بتعبير بسيط كده عامل زي الترمومتر يعلى وينخفض يرتفع وينخفض طب سبب ارتفاعه وينخفضه إيه؟ يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية فالإنسان كل ما أنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ومعنى ومعنى الإنفاق ممكن يكون ينفق من وقته ومن مجهوده ومن مساعدته للناس حتى بالكلمة يعني حتى يقول لك إذا إيه ده مش ضروري جدا أن أنا أنفق المال ده ممكن يكون الوجاهة المنصب اللي أنا موجود فيه الشفاعة اللي أنا لربنا حتى قال عليها في القرآن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها فأنا لما أروح للأستاذ كريم وأستشفع كده إن ظروفه صعبة وكذا 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 ده يكون له مردود عند ربنا سبحانه وتعالى ويكون أحد الوسائل التي تنير القلب واللي كلها مردود على بصيرة الإنسان وكمان من بصيرة الإنسان التوفيق للعمل الصالح أكيد طبعا ما هو الموفق للعمل الصالح على نور من ربه صحيح ربنا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يبقى أنا شايف فنان بيتلوى من الجوع وفلان مش لائي زي ما بيقول بس أقل لدرجات المساعد وأنا أعرض عنه لا طبعا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رقيقا رحيما صلوات الله وصلاة الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وبهائه وأخلاقه التام المكملة وهو أعرف الناس بربه من حسن البصيرة عنده أنه لم يدعو على قومه مع أنه يوقن أنهم لم يؤمنوا به وهم الذين نصخبوه العباد صبع وهم الذين فعلوا به الأفاعيل طبع عليها الصلاة والسلام صبع ولكنه هو الرحم المهدى النعم المسدى الذي يرتجي لهم أن يدخلوا في الإسلام وأن يحسن إسلامهم وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العباد ويأتي جبريل ويقول ومن يحطني أن أطبق عليهم الأخشبين اللي فعلت يقولوا لا لعل الله يخرجوا من أصلابهم من يعبدوا الله ولا يشركوا بي شيء الأمنية للإنسان النقي النظيف من الداخل اللي قلبه أبيض زي ما بيقولوا كده ده اللي يرتجي القبول لكل الناس والهداية لكل الناس يسمع فلان الفلان يحصل كذا ويبقى لوح الزوج قاعد مع زوجته وأحيانا كتير من النساء يعني ناس والله الهداية لنا والجميع المسلمين فبيعني بتأخذهم العزة بالإسم وممكن يعني إيه ضميرها كده ينقح عليها شوي ما تبقاش لا تصفوا بسهولة وربما تذكر مثلا بعض مثلا فلان بسوء أو كذا أو كذا فمن سلامة الصدر هنا لازم ترسيخ سلامة الصدر هنا إن فلان لا ربنا يوفقه لا ربنا يعينه لا ربنا هو ده المطلوب إن إحنا لأن سلامة الصدر من الغل والأحقاد يضيء القلب القلب المملوء بالضغائن ماهنا أنا دلوقتي إحنا بنقول عايزين نكون على بصيرة من الله سبحانه وتعالى طب ينفع إنسان يكون على بصيرة وقلبه مليم بالحقد وقلبه مليم بالضغائن ماهو العلماء حتى يقولوا إيه من القواعد التامة لهذه البصيرة التخلية قبل التحلية بمعنى يعني إيه التخلية قبل التحلية تخلية بمعنى التخلي آه بالضبط أنا لازم أخلي القلب من هذه الضغائن من هذه الموروثات الكئيبة من هذه الأحقاد الموجودة في القلب حتى يستطيع القلب أن يتفرغ ماهنا دلوقتي المملوء لا يملأ دي قعدة المملوء إيه لا يملأ دي كوباية مية طبعا ما فيهاش مساحة غراب بالضبط فأنا عايز أملها ما هي مليانة ينفع تتملي تاني طب أنا دلوقتي عايز أملها لكوباية أعمل إيه لازم أفرغها الأول من المية اللي موجودة جواها طبعا وبعدين أرجع أملها تاني بالضبط القلب ده مشحون مليان طب هو مليان بالأكدار مليان بالأدران مليان بالضغائن مليان بالأحقاد طب أنا علشان خطر إن أنا من القلب بقى بالطعب والعبادة والرضا والسماعة وكذا وكذا يبقى لازم أخليه الأول اللي هو إيه نرجع بقى للنقطة بتاعتنا التخليته قبل التحليه يبقى أنا أخليه من هذه الأدران وأنا أقيل أول وبعد ما نقيل أول أعمل إيه أبدأ إن أنا أحليه علشان كده حتى اللي داخل المسجد مهربين قال لنا في القرآن إيه اخلع نعليك اخلع نعليك دي كانت لمين سيدنا موسى إنك بالواد المقدسة إيه طوة إحنا وإحنا دخلين المسجد كلنا أول حاجة بنعملها إيه إحنا هنقتمس بقى هوت ونسقط على أرض الواقع وإحنا دخلين النهاردة المسجد أول حاجة بنعملها إيه بتخلع النعل الأول وبعدها تدخل المسجد العلماء يضيفون لنا ويقولون لنا حياة جميلة جدا يقول لك وإنت بتخلع النعل اخلع من قلبك كل ما يتساوى مع النعل يا سلام وإنت بتخلع الإيه بالضغاء والحقدون الله يبرك في حضرتك وإنت بتخلع النعل اخلع من قلبك كل ما يتساوى مع هذا النعل علشان كده لما نرجع للبصيرة البصيرة هنا البصر العلماء حتى يقولوا كده البصر للشهادة المشاهد من الواقع اللي موجود شيء مرئي بالضبط ولكن البصيرة ها للغاية بالغاية يبقى البصر للشهادة والبصيرة للغاية البصر للملك والبصيرة للملكوت يبقى أنت بترتقي وكلما يعني بزلت ما في وسعك حتى ترتقي وتبلغ إلى هذا بلغك الله عز وجل الرضع الإنسان يستشعر أعظم نعيم في الدنيا إن الإنسان يستشعر حلاوة مناجات الله تبارك وتعالى طب أنا ينفع أنا بنجي ربنا وقول له ربه وفر لي ورب سمحني وأنا عمل أشتيكي في فلان وعمل أكيد لفلان وعمل أشهد شهادة زور على فلان وعمل أعمل كذا وكذا فهنا لازم يا جماعة ننظف ده الأول علشان ربنا سبحانه وتعالى بقى لما تدعي يستجاب لك طبع ما كونش حرام وقول له يا رب كذا يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة دعوة كل دي وسائل تنير قلب الإنسان تعينه على الصالحات توفقه للطاعات تقربه وتبلغه مرضات رب الأرض والسماوات وكلنا طبعا إن في الجنة أكيد كلنا أسمى أماني أي إنسان في الدنيا لو قلت الأحمد أو قلت الأستاذ كريم أو قلت الزميلنا اللي موجود معنا مثلا في الستوديو أو فلان أو علان أنت نفسك في إيه فاقول لي والله أنا نفسي أغير الشقة اللي أنا موجود فيها أوسع على نفسي شوي طيب خلاص ربنا بلغه ده طب نفسك في إيه لا لا مش عايز بقى شقة ده فيلا وجنينة وحديقة وعربية وكذا طب ارتاق شوية طب فيلا في الساحل عشان خطر الوكيند والفصح والأجهزة الصيفية طب ارتاق شوية طب كذا طب كذا طب انت سأف طموح الإنسان بيجي عند وقت معين وقول لي خل بالك كل ده لا يسوي شيئا طريح لأن الدنيا دي زائلة وحارية المسترجعة ولكن الحقيقة فين في الجنة طبعا يبقى أعظم أمنية للإنسان أن يبلغه الله عز وجل الجنة أسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول العمل إنه على ما يشاء خديق ونعم بالله الله أمين يا رب العربين طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقات تفليكم معنا يا أهلا من كل حضراتكم من جديد تعالوا بقى نتكلم شوية عن مجموعة من المبادرات المهمة جدا المفيدة جدا الخيرة جدا اللي بتقوم بيها وبتنفسها مؤسسة نبض الحياة بالمناسبة من أهم هذه المبادرات بشكل عام هو حملة أو حملة سقي الماء وحملة سقي الماء في مؤسسة نبض الحياة لها أكتر من شكل تعالوا نتكلم بحلقة النهاردة عن الشكل ده تحديدا وصلاة المياه تابعوا معنا لما تشوف أسرة محتاجة لكباية مية على شام ما عندهاش مصدر للمياه أكيد هتفكر إزاي تساعدهم وتسعدهم لا تقطعنا يد المعروف عن أحد ما دمت تقدره فالأيام وتاراته ودايما بتلاقي إنسان رغب في البر والأجل وبازل المعروف والخير الإنسان ده دايما بتلاقيه سباق بالصداقات الجارية وصلة مية بالنسبة لبيت حاجة كبيرة جداً لأنهم اعتمادهم الأساسي بيكون على وصلة المية اللي جوه البيت اعتمادهم الأساسي في أكلهم في شربهم في حاجات كتيرة جداً 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 بتكون المية فيها هي الأساس عشان كده مؤسسة نبض الحياة بتقوم بعمل لجان عشان تبحث عن كل مكان أفرهوش وصلة مية وبتقدر توصل الأماكن دي عن طريق الكشفين وعن طريق الأبحاث اللي بتعملها عشان كده إحنا في مؤسسة نبض الحياة بنولي هذا الملف أهمية كبيرة جداً لدرجة إن إحنا قدرنا ننفذ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود حضراتكم معنا أكتر من سبع تلاف وصلة مية وده إنجاز عظيم جداً إنجاز لأهلين المستحقين وفرحة وسعادة وسرور بتعم كل أسرة جوا بيتها عندها عزة وعندها كرامة بأن خلاص وصلة المية جوا البيت سبحان الله يعني حرفية المية دي زي ما هي أمر قل من العادي بالنسبة للناس كتير لكن هي حلم بعيد المنال عند كتير من أهلين يعني فكرة إن الواحد يبقى قاعد في بيت طبعاً البيت لوحده مش محتاج أشرح لحضراتكم حجم تواضع هذا البيت بيكون عامل إزاي والنواقص اللي فيه ممكن تكون وصلة فيه لدرجة إن كتير جداً من البيوت دي أصلاً ملهاش سقف أصلاً يعني منهم للسماء للطل على طول لكن كل يهون إلا عدم وجود حالفية مية أهل البيت يقدروا يشربوا من خلالها بقوا مية هم وولادهم يعني بتشوفوا حال الناس دول إزاي؟ أنتوا بتروحوا كمان يعني مرحلة ما قبل فترة المعينة ومرحلة ما بعد أثناء التركيب طيب أنا هوضح الجزئية دي بشكل مفسر إن شاء الله رب العالمين ولكن أنا حابب الأول أقول إنه مش أمر أقل من العادي عند بعض الناس لأن كتير من الناس اللي عندها وصلة مية هي مش حسها بقيمة وصلة المية واللي بيحس بقيمتها فعلاً الإنسان المحروم إنها فهي موجودة عندي في البيت أنا مش ببصّلها على إن دي حاجة كده من موجودة أو إن ده أضاء أنا بتعامل مع إن ده أمر طبيعي ده أمر اعتياري بالنسبالي إن أنا معروز المية هفتح الحنفية الخلاط اللي موجودة في البيت هستخدم المية بأي شكل وبأي طريقة أنا عايزها وصخن وزائع كمان بالضبط وصخن وبارد والكلام ده كلاته إحنا يعني يحدث ولا حرج يعني ربنا يوسع على الناس كلها ويزيدها من وسع فضل ولكن أنا لما بص بقى على واقع موجود النهاردة وإن في أسرة بالكامل مش أسرة لأ ده عشرات بل مئات بل آلاف الأسر لسه لغاية النهاردة بتتعايش بدون ما يكون عندها إمكانية إن هي توصل لنفسها وصلة مية يبقى لازم أقول لا ده فيه أنا لازم أقف في الجزئية دي ده أنا لازم أشوف المكان أو المؤسسة اللي بتشتغل على إن هي تلب للناس احتياج مش مش أقول احتياج ضروري ده ما فيش احتياج أفضل ولا أمس للأسر من إن يكون عنده وصلة مية موجود في البيت ده مشكرة احتياج دي حياة بالضبط شفت التعبير اللي حضرتك قلته ده حياة ده التعبير الأمثل لوصلة المية اللي بتوصل للبيوت دي لعداد المية اللي بيركف في البيت ده فضلا بقى عن إحال البيت بالهيئة مش هنقول حيئة البسيطة ولكن الهيئة اللي ربنا سبحانه وتعالى أرضاهم بيها احنا مش عايزين يعني نخلي الناس ونزعع للناس من عشان معيشتها ونقول للناس ده انتوا كذا أو كذا لا احنا دورنا هنا نحن نساعد الناس باللي احنا نقدر عليه دورنا هنا ان احنا لما نلاقي بيت زي ده وهو محتاج وصلة مية وهو محتاج أساسات موجودة للبيت وهو محتاج سقف للبيت وهو محتاج حاجات كتير جدا لبيته أوفره اللي نقدر عليه ممكن ربنا يعنينا ونوصل وصلة مية ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا ونسقف البيت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا أكتر ونوفر له جهاز كهربائي مثلا تلاجئ أو غيره موجودة في البيت كل دي من أساسيات البيوت اللي ما ينفعش إن حد يقل ما فيش حد يقدر يستغن عنها النهار ولكن أنا ما عنديش الإمكانية للكلام ده أوفر بقى الحاجة اللي هو ما يقدرش يستغن عنها خالص وسط الماء وحتى هم بالأسئلة دايما لقاءتنا بيهم بتبقى عبارة عن دردشة والدردشة دي أحيانا كتيرة بتلاقي فيه قاسم مشترك لأن الحالة المعشية اللي بتتشابه لكتير من الناس أو لبعض الناس دايما الفكر بيكون حدودي في الجزئية دي يعني فيه عدد كتير جدا من الأسر حتاج وصلات ماء ومحتاج سقف ومحتاج أغراض كتيرة جدا للبيت ولكن لما تسألهم حتى لو مثلا هو موجود من محافظة شرقية أو موجود مثلا في محافظة إينا أو في محافظة سكنرية أو غيره أو غيره هتلاقي كلهم يجمعوا على إن انت وصل لنا بس وصلت ماء ده أول إحنا محتاجين حاجات كتير كله يهون بالمقارنة ده لأن دي هتحللنا أزمة كبيرة جدا دي هتخليني متطمن إن أنا دلوقتي عايز معلش أعزك الله أقوم أتوضى أقوم أستخدم مثلا الحنفية في أي وقت من النهار أو الليل ألاقي ما هي موجودة في البيت والإشكالية بالنسبة لهم إن الدخل على قد يعني اليوم بيوم زي ما بيقول فعلشان خطر إنه يقدر يوفر من الدخل إنه يجيب وصلة ماء بتتكلف أضعاف الرقم اللي بيتم تنفيذه من خلال مؤسسة نبض الحياة يقول لك أنا مقدرش لأ أنا بعد اليوم بالعافية صحيح قد يكون في بعض الناس بتستدين علشان خطر إن هي تمشي أمورها فضلا مثلا إنه يكون في بيت في بعض الأفراد اللي موجودين مريض مثلا بمرض معين لا سيما الناس الكبيرة في السنة وكذا وهنا دورنا إحنا كمؤسسة نبض الحياة ومش مؤسسة نبض الحياة بس كل مؤسسات المجتمع المدني كل واحد بيشوفنا دلوقتي كل واحد مؤمن بأن المؤمنين كالجسد الواحد إحنا كلنا أخوة في الله ربنا سبحانه وتعالى لما من على الغني جعل قوت الفقير ورزق الفقير في فضل مال الغني علشان الغني يعطف على الفقير علشان أنا وأنا قاعد كده وشايف فلان بيتلوع علشان عايز وسط ميا أقول الحمد لله والشكر لله على النعمة اللي أنا موجود فيها طب الحمد لله والشكر لله باللسان دي كافية لا والله الحمد لله والشكر لله العلماء يقولوا فيه حمد بالقول والشكر بالفعل لإن شكرتم لأزيد أنكم والشكر من جنس النعمة أنا دلوقتي بفتح الحنفية وعند كل دير مية بشرب مية ساعة ومية مبردة لا فيه واحد ما عندوش أصلا حنفية طلبية اللي موجودة في البيت فقول يا جماعة إن شاء الله بإذن الله شوفوا حضراتكم شغالين فين وأنا هساهم مش بوصلة لا باثنين وثلاثة واربع حسب إمكانية على ذكر يا جماعة شغالين فين إن لا أنا فعارفوا أنتم شغالين في محافظات كتير مش في محافظات بعينها يعني آخر آخر محافظة بس هنزورتوها ووصلتوا من خلال زيادتكم مجموعة من الوصالات كتير والله فيه مستجدات كتير الحمد لله رب العالمين مع مؤسسة نبض الحياة مش هنقول بس في ملف وصالات المية في كل الملفات إحنا عندنا ملف وصالات المية ده جزء من ملف سقي الماء بشكل عام اللي بيتضمن أكتر من الشيء ولكن برضو عشان ما نطلعش بره الجزئية دي إحنا شغالين في محافظة سكندرية في برج العرب الأديم الغربانيات موجودين في مناطق في محافظة الشرقية مناطق في محافظة البحيرة وانا موجودين في البحيرة فيه بروتوكول تعاون مؤسسة نبض الحياة بتعقيده مع محافظات كتير بفضل الله سبحانه وتعالى بنوصل للأماكن دي مش هنقول بصعوبة ولكن احنا بنقدر نوصل لهم من خلال قاعدة بيانات كبيرة جدا موجودة مع مؤسسة نبض الحياة تواجد ميداني وده اللي بيفرق وده اللي بيخلي فيه سرعة في العمل وسرعة في الإنجاز التواجد الميداني المؤسسة تنضي الحياة على الأرض الواقع وده حلوة العمل المؤسسي بقى اه ده جمال العمل المؤسسي ان احنا من خلال العمل المؤسسي بنقدر نتوسع فيه العمل بشكل كبير جدا تقدر سرعة الإنجاز حجم الإنجاز اللي بيتم تنفيذه على الأرض الواقع لا اللي بنتكلم فيه يعني أنا بشكل فردي هشوف يعني مجهودي هيقدر يوصل لكم فرد أو هيقدر يوصل لكم محافظة أو هيجي بعد وقت معين ضغوطي الحياتية أو ضغوط العمل هتخليني أعود أو أتكاسل لكن مؤسسة هدفها العمل الخيري والعمل التنموي دورها ان احنا نوصل لكل الناس إن شاء الله عظيم تعالي بقى نتكلم شوية عن وقف الزيتون المبارك هذا العمل الرائع هذا المشروع الاستثماري الخيري الجميل تابعوا معنا التقرير ده مشروع وقف الزيتون المبارك بمؤسسة نبض الحياة مبادرة هدفها استمرار العمل الخيري وتنميته مشروع وقف الزيتون المبارك مع مؤسسة نبض الحياة بيحجك فرصة كبيرة لكل إنسان غير قادر لأن شجرة الزيتون الوحدة بألف دنيا بيعود النفع بتاعها على الإنسان ويستمر مدى الحياة وبعد الممات في جميع أوجه الخير مع مؤسسة نبض الحياة زراعة شجر الزيتون بيتم مرتين في السنة الأولى في شهر أبريل والتانية في شهر أكتوبر الشجرة الوحدة تكلفتها ألف جنيه وسك الزيتون خمس شجرات بخمس تلاف جنيه وكل متبرع بعشر شجرات بيتزرع له شجرة هدية عشان ثوابه يزين لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وأقسم بهذه الشجرة فقال سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهنا وفق الله سبحانه وتعالى كل من اشترك في وقف الزيتون المبارك مع مؤسسة نبض الحياة يعني أنا بألف جنيه اللي هي سعر شجرة زيتون ممكن يكون من أصحاب الأوقاف أكيد طبعا دي حلو أول حكاية دي يا شكرا والله يمكن الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى وفق مؤسسة نبض الحياة لإحياء فكرة الوقف والتنوع في مفهوم الوقف يعني من الوقف النخيل لوقف الزيتون وإن المسألة تكون في متناول الجميع إن أنا حتى بمبلع بسيط جدا وحتى كان بعض الناس نفسهم إن هم يشاركوا ويعني مش هقولك ناس بسيطة ولكن يعني هم دولة الناس اللي إحنا يعني المفروض نقتدي بيهم اللي يكونوا أسوالينا إن إحنا نشوف مدى ضيق ذات اليد عليهم ومع ذلك حريصين كل الحرص على إن هم ما يدخروش أي شيء حتى لو في مقدرهم إن هم يشاركوا بيه فيشارك بشجرة زيتون وكمان الدوافع عنده إنها بتبقى الشجرة هي بتبدأ بشجرة والشجرة بتزيد لتنين وثلاثة واربعة وتكون فاتحة خير عليه لإنه كل واحد وكتير من الناس هقول لحضراتك أنا حياة وربنا سبحانه وتعالى على ما أقوله شهيد أنا لقيت سيدة فاضلة وكانت أحد شركاء الخير معنا في مؤسسة نبض الحياة في عمل الوقف الخيري وربنا سبحانه وتعالى قدر إن هي تتواصل مع مؤسسة نبض الحياة عشان أمره معين وتبره كريم منها وكنت أحد الناس اللي هي طلبت إن هي تكلمه وقالت لي والله العظيم بالنص كده قالت لي والله العظيم بعد ما رجعت من الزراعة الوقف مع مؤسسة نبض الحياة أن ربنا فتح علي فتح من حيث لا تدري ولا تحسن يا سلام والله على ما أقوله شهيد فتح علي فتح كان عندها مشكلة معينة وكأنها معقدة بتجري عليها بقالها سنين قالت بمجرد ما رجعت وريحة في مكان عادي جدا هي من السكندرية وجاية القاهرة فقالولها لا أنت بتعمل إيه هنا وسبحان الله كأن الله سبحانه وتعالى سخر لها الناس لقضاء حاجات هذه المرأة الفضل فتخيل إن كتير من الناس على هذا الشكل طبع وكتير من الناس على هذا المنح أنت دلوقتي أنت بتقيم وقف ليه لله سبحانه وتعالى طبع هدفك إيه رضا ربنا سبحانه وتعالى الريع بتاع الوقت ينفق في مرضات الله وفي أوجه الخير والبر التي يطلبها الله مننا ويحبها الله تبارك وتعالى فأكيد لازم هيكون فيه مردود على حياتنا لازم هيكون فيه مردود إيجابي مردود بالراحة النفسية مردود بالتوفيق في الدنيا والآخرى مردود بالهداية والصلاح لأولادنا كل دي نتائج مبدئية بس للوقف طبع فضلا عن المنافع التي تتم من هذا الوقف ليه أوجه البر والطاعة سواء كان في وصلات مية أو في بناء مساجد أو في حفر آبار أو محطات معالجة أو تجهيز فتيات غير قادرات إلى غير ذلك من أنشطة وملفات الخير إيه اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة كل دي يبدأ منين؟ من شجرة زيتون صحيح شتلة زيتون قيمتها بسيطة جدا أعتقد في مقدور كل الناس إن أنا شارك النهاردة بشتلة أو اتنين أو حتى لو عملت عشر شجرات الهدف من مؤسسة نبض الحياة حتى القيمة لمؤسسة نبض الحياة قادرت إنها تحصلها من المرد كمان بتبقى في ميوازين حسنات فاعل الخير إيه اللي بيقيم وفي حال غرس عشر شجرات زيتون اللطيف أول أنتوا عابلين حافز إن العشرة دول لأي بواحداشر لا هو الحافز برضو هنقول إحنا الحمد لله رب العالمين ربنا موفقنا بإدارة تنفيذية على أعلى مستوى حرصين كل الحرص والله ربنا يبارك فيهم جميعا وكل القائمين على مؤسسة نبض الحياة حرصين كل الحرص على إنهم ما يدخلوش لا جهد ولا وقت في سبيل إن كل ملفات المؤسسة يتم العايةها بالشكل الكافي ودي أقدروا إنهم يتحصلوا عليها من خلال التوريد اللي بيحصل القائمة بين المؤسسة وبين المورد لأشجار الزيتون إن كل عدد معين من الأشجار هيتم مقابل نسبة عشرة في المية طب العشرة في المية اللي هتستفيد بها المؤسسة أخذها وتسوقها ما ينفعش إحنا دلوقتي بنقول إيه إحنا كلنا بنتعاون على العمل ده والعمل ده مجاش عن طريق حضراتكم يبقى هو بتعمين تحضراتكم فالعشرة في المية دي اللي هو مقابل كل عشر شجرات زيتون هيقابلهم شجرة زيتون يبقى دي في موازين حسنات اللي كان سبب إن الشجرة دي تيجي وهو ده اللي إحنا بنقول يعني بحفزنا إن شاء الله بإذن الله المرحلة التالتة من زراعة شجر الزيتون إن شاء الله في شهر عشر القادم تكون يعني مرحلة غير عادية مرحلة هنشوف فيها يعني بشاير المرحلة الأولى مرحلة بإذن الله تكون امتداد للخير والعطاء اللي حضراتكم بدأتوا معنا في مؤسسة نبض الحياة وبإذن ربنا ما ينتهيش يظل أعوام وأعمار كمان يعني في موازين حسناتنا وننتفع بيه في الدنيا والآخر يا رب العالمين بإذن الله طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نفتح معكم ملف جديد خليكم معنا يا أهلا بكل حضراتكم الجديد تعالوا بقى زي ما اتكلمنا من شوية في اللينك اللي فات عن وقف الزيتون من بارك تعالوا بنتكلم شوية بها عن وقف النخيل الخيري تابعوا معنا في 2021 كانت بداية زراعة الستين ألف نخلة اللي كلنا كان عندنا أمل كبير في أن يحقق الله سبحانه وتعالى لنا جميعا استثمار خيري لقضاء حوائد الناس وقف النخيل الخيري مع مؤسسة نبض الحياة كان له هدف كبير جدا هدفه إنتاج أجوة أنواع الطمر المجدول علشان خاطر وجدنا عليه إقبال عالمي وسعره في السوق العالمية كبير جدا ومن خلاله هنقدر أن احنا نوفر أكبر عدد ممكن من المشروعات الخدمية لأهالينا المستحقين النخلة الوحدة في مشروع وقف النخيل الخيري بتنتج من ستين لسبعين كيلو في العام الخامس من زراعتها مؤسسة نبض الحياة كانت حريصة على زراعة أجود أنواع النخيل من الطمر المجدول عشان العائد يكون كبير وكل نخلة عمرها ممتدر سنين طويلة وعائدها بيصرف في مشاريع الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة لأهالينا المستحقين ما تحرمش نفسك من زراعة نخلة مع مؤسسة نبض الحياة تكون لك صدقة جارية ثوابها ليك في الدنيا والآخرة يعني موسم الزراع اللي جاي خلاصه هو خلاصه على الأبواب هيكون الموسم التالت لوقف الزيتون مبارك ولكنه هيكون في نفس الوقت الموسم التامن لوقف النخيل الخيري صح كده؟ ده مصبوط تامن مرحلة دي الحمد بالله رب العالمين والله كان من فضل ومن توفيق فهمين الله سبحانه وتعالى وحده عمد بالله بس ايه الوقت اللي بيطير ده؟ ايه السرعة دي؟ ما شاء الله طب خلينا الأول نحمد الله سبحانه وتعالى قال فحب ان كل موسم زراعة لا يتفلت موسم من موسم الزراعة مع مؤسس نبض الحياة يا رب دائما يعني احنا دايما بنزرع في شهر 4 وفي شهر 10 صحيح من بداية الزراعة لنا في الموسم الأول في 20-21-24-21 لغاية النهاردة في 20-24 على التوالي بفضل الله سبحانه وتعالى كل موسم بيتم زراعته وكل مرحلة بنشوف بشاير وخير وفرحة بالمرحلة وهي بتنمو قدامنا المرحلة اللي قبلها والمرحلة اللي قبلها طبعا المرحلة الأولى دلوقتي فيه عزب وحصته لك أن تتخيل في المرحلة اللي فاتت والمرحلة اللي قبلها كنا بنشوف بشريات المرحلة الأولى لأنه هاردة بإذن ربنا سبحانه وتعالى في شهر 10 القادم ربنا يديني ويدنا لحضراتك والسادة المتبردين طولة العمر يا رب إن شاء الله وتقر أعيننا وإحنا بنشوف الخير وهو موجود على الشجر وهو موجود على النخيل وبإذن ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا الخير ده ويرزقنا حزن التصرف فيه إن شاء الله وينفق في أوجه الخير اللي حضراتكم شاركتوا بيها مع مؤسسنا على ذكر أوجه الخير اللي هو مفترض إن شاء الله إنه ينفق عليها فيه ناس ممكن تقولك طب يعني هو كل المراحل لو أثمارت عدينا بقى مرحلة البشاير ودخلنا في الإثمار وكل المراحل بتثمر بعون الله هل ريع هذا المشروع كافي إنه يتصرف من خلاله على أوجه الخير الكتير المتاحة للناس من خلال الوقف ده طيب هليني أقول لحضراتك هل مؤسسة نبض الحياة هي ليه عملت أصلا فكرة الوقف الخير علشان يكون كافي نتمنى إن شاء الله بإذن الله مع استمرارية الوقف إن شاء الله يغطي أكثر من احتياجاتنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى لا سيما إذا كانت مؤسسة نبض الحياة مختارة نوع معين من أنواع النخيل من أجود أنواع الطمور ألا وهو طمر المجدول ولكن البداية كانت في أن أنا عايز حاجة موجودة عايز مشروع يدير على مؤسسة نبض الحياة داخل معين يساهم معها في أوجه البر والخير اللي مؤسسة نبض الحياة بتقوم بيها اللي مش قادرة أن هي تنفذها بالشكل اللي كانت تنفذها قبل كده يعني تتعكش عليه عند اللزوم طبعا حجم الضغوطات بتزين على المؤسسة يوم عن يوم يعني لك أن تتخيل من بداية مؤسسة نبض الحياة كل يوم النهاردة أنت نفذت كم وصلة مية أنت كل مثلا شهر كان بيتقدم لك كم حالة علشان تنفذها أنت في قدامك كم بير علشان تنفذه من عشرين من 2019 لغاية النهاردة في عشرين أربعة وعشرين وإنت مطالب بعدد كبير جدا موجود قدامك أن أنت تنفذه على أرض الواقع والدخول اللي موجودة أو حجم التبرعات اللي موجودة ما يتناسبش مع المتطلب أو المطلوب منك وده اللي بيخلي يبقى موجود فيه قيمة انتظار فيه ريسك موجود معين أو فيه حجم ضغوط موجود بشكل معين وهو ده اللي خلانا نفكر فكرة بره السندوق أننا نفكر فيه مشروع استثماري خيري يقدر يساهم معنا ويساعدنا وبإذن الله نوصل بقى للنقطة اللي حضرتك تفضلت بيها أن يغطي الاحتياج وأزيد من كده ونتوسع كمان في دايرة عمل الخير من خلال منشآت تعليمية من خلال منشآت صحية من خلال التوسع كمان في الأنشطة اللي بتقوم بيها المؤسسة سواء كانت في حملة وصلات المية أو الآبار أو حتى بناء المساجد أو التوسع بقى في فكرة تزويج الفتيات الغير القادرات في سداد الديون الغارمين والغارمات كل دا مطلوب مننا وكل دا فكر موجود على مائدة مؤسسة نبض الحياة وإن شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبصدق القائمين على المؤسسة وصدق الخيرين اللي ساهموا مع مؤسسة نبض الحياة إن شاء الله هنوصل لكده وأكتر إن شاء الله الخيرين دول الحياة مؤثروش من أول ما أعلنتوا عن وجود هذا الوقف وبتعتقد أن كانت الناس بتتصابق يعني على المشاركة والمساهمة فيه والله يعني أنا يستحضرني بقى كلام سيدنا موسى عليه السلام قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على العالم فهي دي العصا اللي احنا بنستعين وبنتوكأ بها على الله سبحانه وتعالى إن هي تكون معين لنا في الدنيا على استمرارية الوقف والرهان الحقيقة على استمرارية الوقف مش الفرحة المبدئية اللي أنا شاركت في مرحلة وثمين وثلاثة طب خلاص كفاية كده لا إحنا دلوقت بنتكلم نحن مش هنقول لنفسنا يبقى عندنا أكبر وقف خيري لا ده هو مش وقف خاص بحد معين ده وقف اللي ربنا سبحانه وتعالى وقف حضراتكم مؤسسة نبض الحياة أمينة وراعية للوقف ليست غير أمينة على الوقف وراعية للوقف ودورنا النهاردة ليست مالكة للوقف لا هي ليست مالكة ده وقف لله سبحانه وتعالى ولكن احنا النهاردة بنقول ايه المانع ان احنا نتوسع في الوقف ان النهاردة المجهود اللي أنا هبزله النهاردة هيبقى له أضعاف مضعفة بكرة وهو ده اللي احنا بنحاول وبنسعى جاهدين بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نبزله ونصد إليه من خلال ان يبقى فيه مرحلة تمنى وان شاء الله يبقى فيه مرحلة تسعة ومرحلة عشرة وفيه استمرارية لكل الاعمال دي بإذن ربنا سبحانه وتعالى سواء كان في وقف النخيل او وقف الزيتون ويكون فيه امتداد للوقف بشكل عام وانحنا كمان يكون فيه عائد علينا يعني انا بتخيل كل واحد جاي الرحلة دي راجع بطاقة ايجابية غير عادية يعني الطاقة السلبية دي مش موجودة خالص طاقة الايجابية الدوافع قيمة العمل قد ايه ان انا يعني حتى بحقق معنا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في تعمير الكون ما هو ربنا قال في القرآن هو انشاءكم من الارض واستعمركم فيها احنا مطالبين خلفاء الله سبحانه وتعالى في الارض يخلفنا الله سبحانه وتعالى في الارض لنعمر هذا الكون نعمره بالطاعة ونعمره بالاحسان وتوجيه البر والاحسان لرعاية احباب الله سبحانه وتعالى وعياء الله سبحانه وتعالى من الفقراء والمساكين وان شاء الله يكون مشروع الوقف الخيري فهو فاتحة وقاطرة الخير لكل أعمال الخير إن شاء الله يا رب إن شاء الله ممكن حد يتساءل ويقولها طب مش معنى المجدول تحديدا ديه النوع ده تحديدا من الطمور اللي اخترتوا ان انتوا تزرعوه أي عمل بتقوم بيه مؤسسة نبض الحياة ما بتقومش بيه إلا وفق دراسة جدوة وفق معايير معينة استشارة متخصصين وهو اللي من خلالهم قدرة مؤسسة نبض الحياة تختار النوع ده من الطمور اللي بيقل له هدف وله جدوة اقتصادية عالية جدا تسويق عالي جدا هو معدل التصديد كمان آه طبعا وده كمان اللي بتقوم عليه مش هقول بس كإدارة تنفذية لا فيه إدارة متخصصة للوقف الخيري قائمة مقيمة في المزرعة بترعى الوقف بشكل عام فيه إشراف هندسي زراعي موجود عليها استشاريين وخبراء على أعلى مستوى علشان نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى مش يبقى عندنا إنتاج وخلاص مش الهدف إنه زراعة نخلة وخلاص تجيب بقى محصول أو تجيب إنتاج ولا ما تجيبش إنتاج لا إحنا بنمشي على وفق معايير علمية سليمة صحيحة علشان بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى ربنا بيأمرنا بالسعي وربنا بيأمرنا بالعمل وقل اعمله وقل الأخذ بالأسباب وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون فإن شاء الله بإذن الله أنت عليك السعي والله سبحانه وتعالى يكلل هذا السعي بالنجاح وإن شاء الله رب العالمين نسعد كلنا وإحنا بنشوف المحصول المبدئي ونشوف أوجه الخير اللي ينفق فيها إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمكم ويبرك لكم على كل المجودات اللي بتبزلوها ويكتر في طريقكم من الناس الخيرة المعطاء اللي عايزة توقف وتساعد بشكل عملي وتطبطب بشكل عملي على أكتاف كل الفقراء والمساكين والمساكين شكرا حضرتك يا عزيز كريم ولكل السادة المشاهدين إن شاء الله ربنا يجعل كل خطوة وكل عمل في موازن حسن أمين يا رب العالمين وأشكر حضرتكم جزيلا شكرا على حسن المتابعة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى